أصر التعذيب بعضهم موجودين على داري وعلى كتفي من هنا وعلى كلوتي وعلى راسي اسمي علي حماد تم اختطافي من ساعة العدلية بعد الاشتباك اللي صار بين الصوار والجيش اللبناني أنا على الساعة ثلاثة ونصف كنت صبح مشارك بس قبل التظاهرة على الساعة ثلاثة ونصف أنا فلات فلات كان عندي مشوار ومعي إثباتات ومعي شهود في عندي ثلاث إثباتات بالفضوة رجعت على الخمس ونصف بعد ما صار الإشتباك لشوف الشباب اللي كانوا معنا لأنه وصلت مع أخبار كتير أنه في عالم مرمية على الأرض دمة بالأرض لأنه روح شوفت الشباب اللي معنا لحتى أنا قدر أن أؤمنهم فالمهم أنا وصلت بيهجم علي ثلاثة مدنية ما بعف إذا كانوا مخابرات ولا معلومات بيلقاطوني بينزلوا عليّ دارب يسلموني للملازم أول اللي كان مستلم هون بالعدلية فالمهم نزلوا في خبات مع الشتايم كتير جبرني إفتح تليفوني هوني صار يضربوني المدنية والعساكر مع الضابط الضرب صار هون وصار بفوق بالسكنة بحد المحطة بعيت العدلية أنا كنت تونيك ونزلوا فيه ضرب أنا أقول الشاب اللي معي اسم حمد الناوي كان معي شاب توقف معي نفس اللحظة نهالوا علينا بالضرب مع الشتايم بالبواريد بالعصي بالكفوف صاروا يلطونا بالرنجرات مع الشتايم الأم والبي والإخد وفوق هيدا كله صار إلنا رنجر الجاش داعس عراسك وضربونا حملونا طماشين على السكنة وبالسكنة كمان أول نص ساعة ومفي شي رجع من بعده بلشوا بلشوا فينا خبية إجوا الضباط يعني بلشوا فينا العساكر محدر بقيدوا علينا بالعكس كانوا العساكر متعطفين معنا وعالفين أننا ما دخلنا المهم صار فاتوا الضباط بلشوا فينا ضرب ورقعونا ثلاث ساعات وتخطونا روسنا بالحيطان أنا معي كهربا جزئية براسي قلت له معي كهربا جزئية بيرسر يخطوني على راسي أكتر في صبي سألوا عنا كمان بأبشع التعبير كان يقولوا عنا تعبير جنسية تعبير تعبير ما بتنحكى يعني رفت عليه كيف فضلينا بجوة ثلاث ساعات تحت التعذيب كانت عم تنقال إنه أنا تحموني إنه أنا قسرت الهمفيات تعال الجيش وأنا اللي ضربت الحجار على العسكر مع إنه أنا أكتر من مرة قلتلهم إنه مش أنا قلتلهم جوة لو أنا بقلك إنه أنا وفوق هيدا بلا شوفينا يعني بلا شوفينا خبيط يعني بيستعلك السؤال أكيد مع ضربة صاروا يضربوني عكلاوية شاعوا يعني تقريل تعالون المستشفى وتقريل طبيب الشرعي الكتف مشعور فيه أصار على ظهري فيه عسكري كان معهم ما بعرف إذا عسكري ولا ملازم كمان هني ثلاث أشخاص كانوا نان ملازمين ملازم أول ملازم أول فيه عسكري أو كان ضابط معهم أو بيرتبي مهم صار يقول لي أنت منحصتي وحنطلعك غرفة الكهرباء وفوقه بتعترف بيلعب كثير عن نفسية من بعد ثلاث ساعات يعني تقريباً ثلاث ساعات ما كانش معنا ساعة حتى نعرف الوقت فاللي سار إنه طلعونا مطماشين من السكنة كابونا على الفتحاف من بعدها أخدت سيارة أنا وحمد الناوي نزلنا على سحة الشهداء ومن هناك رح نعرف مستشفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر